في الفيديو ده هنتعرف على موقف أحمد فتوح ومحمد صبحي مع المنتخب وهل هيتم استبعادهم ورأي فيتوريا من موضوع ده كل التفاصيل في الفيديو ده بستابع معايا للنهاية ولكن في البداية أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية رفض البرتغالي روي فيتوريا الوصاية على قراره باستبعاد سنائي فريق نادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر المنتخب اللي جاي وكشف مصدر في المنتخب ان فيتوريا رفض تقديم توصيات من اتحاد الكورة أو من نادي الزمالك باستبعاد اللعيبة دي ووضح ان هو بس اللي بياخد القرار والحالة الوحيدة اللي يكبر فيها على استبعاد أي لاعب هو الإقاف الدولي ووضح فيتوريا كمان انه هيعلن قراره بخصوص اللعيبة دي في المؤتمر الصح في يوم الخميس وبيأكد انه مش بيطلقى أي توصيات أو تعليمات من أي حد أو أي حد بيتعلق بعمله الفني واختياراته وحياخد القرار الصح وزي ما كلنا عارفين ان المنتخب حيخوض مباراته الأولى قدام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ثم مباراة سيرليون يوم 19 نوفمبر في ليبريا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني واتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة